حزب الله يعيد التأكيد بأنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون قد أطلق هذا الصاروخ على ملعب كرة قدم في منطقة مجد الشمس والمعلومات واضحة في هذا المجال أن حزب الله الذي نفذ اليوم 12 عملية من بينها 6 عمليات ردا على الغارة التي استهدفت بلدة كفركلة وأوقعت أربعة عناصر من حزب الله دفعة واحدة العمليات الستة التي أتت ردا على هذه العملية كانت ضد مواقع عسكرية وسكنات وقواعد إسرائيلية في مزارع شبع المحتلة في الجولان السوري المحتل وفي بيت هلل في إصبع الجليل وبالتالي لم يوجه حزب الله أي صاروخ باتجاه منطقة مجد الشمس والتساؤل هنا المطروح لماذا حزب الله يستهدف مجد الشمس فهذه البلدة وسكانها معروفون من حزب الله هم مقاومون منذ العام 67 هم عرب سوريون دروز وهذا الأمر يشدد عليه حزب الله كثيرا ويراعيه كثيرا لأنه أيضا في لبنان القاعدة الأساسية الرئيسية لحزب الله الطائفة الدروزية هي تعتبر من الطوائف المقربة لحزب الله من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملات أو من قبل قياديين دروز آخرين وهو يراعي كثيرا هذه الطائفة الدروزية هنا في لبنان وحتى أنه لا ينفذ عمليات من البلدات التي فيها غالبية دروزية في شكل عام وهو حريص على هذه المسألة فلماذا سيستهدف بلدة مجد الشمس المعروفة بأنها بلدة هي لم تعترف حتى هذه الساعة بالاحتلال الإسرائيلي وبشرعية الاحتلال الإسرائيلي على البلدة لذلك الانطباع حتى هذه الساعة هنا أنه إذا لم تعترف إسرائيل بأن ما حصل هو خطأ من القبة الحديدية على الأرجح فهذا يعني أن إسرائيل تريد أن تأخذ هذه الذريعة ولعلها سعت إليها عمدا من أجل أن تفتح حربا على لبنان تكون حربا أكثر تدميرا وأكثر مأسوية من المواجهات الحدودية التي ينزف منها جنوب لبنان حتى بعد شهر العاشر لاندلاعها هذا هو الانطباع حتى هذه الساعة ولكن تعويل على موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي برز واضحا في المحادثات التي أجراها بنيامين نتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا مع المرشح الأمريكي للرئاسة دونالد ترامب ومع المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس كلهم عارضوا استمرار الحرب وطالبوا بوقف هذه الحرب على غزة وأيضا بعدم امتداد الحرب إلى جنوب لبنان التعويل على هذا الموقف طبعا بكي لا تعمل إسرائيل إلى تنفيذ مخططاتها بأن تدمر لبنان وتدمر المزيد من البلدات والمدن اللبنانية هذا ما يعول عليه هنا في لبنان من الجهات الرسمية لذلك بدأت الاتصالات خلف الأبواب الموسدة لمحاولة كسب هذا الرأي العالمي خصوصا نعلم بأن فرنسا أيضا تدعم لبنان وتحذر من انزلاق الوضع إلى ما هو أخضر من ذلك طبعا قوات اليونيفل المجتمع الدولي الأمم المتحدة كلها الاتصالات جارية على قدم وساق مع الجهات الدولية من أجل وضع حد لإمكان الانزلاق إلى هذه الحرب الواسعة خصوصا أن أي خطأ عسكري لم يرتكبه حزب الله في هذا المجال لا بل بالعكس على مدى الأشهر العشرة التي اندلعت فيها هذه المواجهات الحدودية كان حزب الله واضحا بأنه يحافظ على ما سمي هنا قواعد الاشتباك أي أنه يبادل الفعل برد الفعل عسكر مقابل عسكر قاعدة مقابل قاعدة ولم يعمد إلى أن يتخطى قواعد الاشتباك هذه القواعد كانت تتخطاها إسرائيل هي عمدت إلى استهداف قادة من حزب الله في خارج المناطق التي يجري فيها النزاع خارج المناطق الحدودية وفي خلال استهداف القادة في خلال استهداف العناصر والمجاهدين كان أيضا يقع قتلى وضحايا مدنيون وهذا الأمر لم نرى أنه حصل في الجانب الإسرائيلي حزب الله كان أكثر حرصا على أن لا يرتكب أي خطأ حتى أن عندما كان يقع مدنيون هنا في جنوب لبنان وعددهم أكثر من مائة مدني سقط في هذه المواجهات الحدودية حزب الله كان يرد على المنازل المستوطنين على مبان ولم يكن يرد على مدنيين لإيقاع الخسائر بقوة ولكي لا يجر البلد إلى حرب كبيرة لذلك الخيار الاستراتيجي لدى حزب الله بأنه لا يريد حربا واسعة هو يريد فقط حربا تكون إسنادا لغزة وحربا استباقية كي لا تأتي إسرائيل وتدمر لبنان الحكومة اللبنانية لا تريد حربا واسعة وهي تسعى بكل ما لديها من علاقات والرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موجود حاليا في فرنسا ولعله بدأ اتصالاته أيضا في هذا المجال لردع العدوان عن لبنان ولكن إذا بدأت هذه الحرب وإذا أرادت إسرائيل أن تشن هذه الحرب وأن تجعل لبنان يرزح تحت المزيد من الخسائر والأضرار والضحايا فأن حزب الله سوف يخود هذه الحرب هذا الأمر مفروغ منه ولكن التعويل على التراجع خطوة إلى الوراء كي تعود الأمور إلى قواعد الاشتباك المعمول بها وكي لا يتم توسيع هذا الأمر لذلك نرى بأننا أمام ساعات قليلة فاصلة ليتحدد المنعطف الذي ستسلكه هذه المواجهة بعد هذا الحادث الأمني في مجد الشمس والذي أكرر أن الانطباع العام في لبنان أن حزب الله لم يتسبب بهذا الحادث على الإطلاق نعم بخلاف نفي حزب الله من خلال بيانه هل هناك أي استعدادات خاصة في ظل ردود الفعل الإسرائيلية المبدئية باتهام الحزب مباشرة والمطالبة من خلال كثير من المسؤولين الإسرائيليين وآخرهم بن كفير الذي طالب حكومة الحرب بالاجتماع فورا قائلا حرب الآن هل هناك ردود أفعال أخرى من الحزب استعدادات أو استنفار للقوى الموجودة في الجنوب اللبناني طبعا لا يمكننا رصد هكذا استنفار هكذا تحركات ولكن دعني أؤكد لك بأنني موجودة هنا في جنوب لبنان منذ أيام وأنني ألاحظ بأن هناك استنفارا نعم وبأن هناك نوعا من تصعيد ومن توتر ومن حذر من المرحلة الحالية والقريبة المقبلة وهذا الحذر الذي ألاحظه هنا هو بدأ وتزامن مع بدء زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنياهو لواشنطن لأنه كان الكلام دائما حول هذه الزيارة بأن نتنياهو قد يسعى إلى أن يأتي بموافقة أمريكية على حرب ومواجهات أوسع هنا في جنوب لبنان ولذلك بدأنا نرى أو نشعر بأن هناك نوعا من استنفار وهذا الاستنفار نلاحظ بأنه تزامن أيضا مع تصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لأنها عمدت إلى استهدافات موجعة لحزب الله غارات مدمرة استهدافات قوية وأيضا قتل واغتياء العناصر من حزب الله اليوم مثلا أربعة عناصر دفعة واحدة تم استهدافهم في بلدة كفركلة كفركلة التي تقع هنا خلفنا في هذا القطاع الشرقي من جنوب لبنان والوضع يبدو واضحا بأن هناك نية إسرائيلية للتصعيد وذلك من خلال الاستهدافات من خلال الإصرار على إيقاع المزيد من الخسائر البشرية لدى حزب الله ولكن في المقابل نحن ماذا نرى؟ اليوم كنت في بلدة مركبة حيث شيع عنصران من حزب الله سقطا أمس أيضا في غارة إسرائيلية مدمرة في بلدة مركبة هذه البلدة الحدودية التي تقع على الحافة الأمامية الحدودية وتوصف بأنها جارت فلسطين هذه البلدة ومنذ أشهر هي خلت من سكانها لأنها تتعرض تقريبا بشكل يومي لاعتداءات إسرائيلية متكررة ولكن اليوم في خلال التشييع كان أهالي البلدة موجودين بكثافة وكثافة كبيرة فجاءتنا نحن الإعلاميين بأن يأتوا بهذا العدد الكبير إلى بلدتهم لتشييع العنصرين في حزب الله هذا الأمر هو بمثابة موقف سياسي لبيئة حزب الله وبالطبع بتشييع من حزب الله للتأكيد بأنه مهما كانت الاعتداءات الإسرائيلية قوية ومهما كان الوضع صعبا في هذه المناطق إلا أن هناك إصرارا كبيرا على التمسك بالأرض التمسك بالعودة إلى البلدات التمسك برفض أن تصبح هذه البلدات وهذه المناطق أرضا محروقة لذلك إذا أرادت إسرائيل أن توسع اعتداءاتها وأن تتسبب بالمزيد من الدمار في جنوب لبنان ربما في مختلف المناطق اللبنانية على غرار ما حصل في حرب تموز 2006 فإن بيئة حزب الله وعندها اللبنانيون سيقفون موقفا ضد هذه الاعتداءات الإسرائيلية وسيرفضونها هنا في جنوب لبنان حزب الله مع بيئته يواجه إمكان توسع الحرب وبالطبع اللبنانيون سيرفضون ولو كانت لديهم ملاحظات على حزب الله واعتراضات بأنه بدأ بهذه المواجهات وكان أفضل لو لم يبدأ بها كي لا يشعل جنوب لبنان وكي لا يشعل هذه الردود الإسرائيلية ولكن إذا ما وقعت الحرب مما لا شك فيه الحرب الواسعة مما لا شك فيه أن هذه المواقف ستتغير وأن اللبنانيين سيقفون ضد أي عدوان إسرائيلي كبير في أي حال كما ذكرت الاتصالات الدبلوماسية مستمرة تعويل على هذا الموضوع كي لا تنزلق الأمور إلى أكثر من ذلك هذا الأمر سوف يتحدد أكثر في هذه الساعات القليلة الفاصلة إذا ما كانت إسرائيل ستنزل عن هذه الشجرة التي سعدت عليها وإذا ما كانت ستعود خطوة إلى الوراء لأنني كما سمعت وربما علينا التأكد أكثر بأن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال بأننا نقوم بفحص إذا ما كانت القبة الحديدية هي التي فشلت في إطلاق الصاروخ الاعتراضي وسقط الصاروخ في الملعب إذا ما كان هذا الأمر سوف يكبر أكثر وسوف يتم الحديث فيه أكثر من توجيه الاتهامات لحزب الله ومن توجيه التحديد للبنان بالحرب فهذا الأمر يعني أننا سنعود خطوة إلى الوراء وإلا فأن لبنان وهناك الكثير من التحليلات التي تقول بأن لبنان بالفعل خلص سوف يقدم سوف تكون هناك ضربة للبنان ولكن سنرى إذا ما كانت هذه الضربة هي فقط ستكون للبنان وإذا لم تكن أيضا ستشمل إسرائيل لأن ما رأيناه من أسلحة استخدمها حزب الله في الآوينات الأخيرة ومن قدرات خصوصا بسلاحه الجوي هذا الأمر يؤكد بأن الخسائر إذا ما كانت على لبنان فسوف تكون أيضا على مناطق في عمق فلسطين المحتلة والخسارة ستكون مصدوشة من أجل ذلك دائما هنا الحديث في جنوب لبنان بأن الحرب الكبيرة الواسعة مستبعدة لأعتبارات تبقى كثيرة أولها الموقف الدولي الأمريكي وأيضا ما يمكن وصفه بتوازن ممكن للردع يمنع من الدخول بهكذا خسارات كبيرة متبادلة بين البلدين إنما تبقى الأمور مفتوحة لنرى ما سيتبين في هذه الساعة القليلة الفاصلة شكرا جزيلا لك كلوديا بحنة مرسلة الغد كنت معنا من جنوب لبنان